أما عن السياسة الداخلية فأتحدث وأقول إن موضوع الإصلاح السياسي الذي بدأ به جلالة الملك نحن معه جملة وتفصيلة ولكن هذا الإصلاح الذي بدأ واستمر لن يكون ناجحا إلا برافعة شعبية نكون جميعا مسؤولين أمام الوطن وأمام الملك أن نهيئ هذه الرافعة الشعبية لتكون الإصلاحات السياسية القادمة ناجعة جلالة الملك تحدث في البارحة أو قبل يومين وقال لا مكان بيننا المسؤول يهاب اتخاذ القرار ويختبي وراء أسوار البنقراطية وإذا سمح لي جلالة الملك أن أقول أنا كناء ابن الأمة وأضيف عليها ولا مكان بيننا المسؤول يختبي وراء عباءة الملك نراحظ جميعا في السياسة الداخلية وفي أمورنا جميعها وقاراتنا وكل شيء يتحدث عنه بأنه بأمام من جلالة الملك وبتوجيه من جلالة الملك إذا كان الملك يوجه كل شيء فالملك شخص إنسان زين القدرات مفروض نخفف عنه نحن أدواته إذا كان احتراما للملك فجلالة الملك عنده الاحترام الكافي من الشعب الأردني وإذا كان المسؤولية اللي نطالب فيها نختم فيها وراء الملك فالملك لا يريد الاختباء وهذا الكلام اللي حكام بارح واضح جدا لا مكان بيننا المسؤول يهاب التخاف القرار فنكن جميعا روافعا وأدوات لسياسة جلالة الملك والموضوع الإصلاح الذي بدأ به والهاشبيين من زمان في هذا الإصلاح